اهلا وسهلا كيف دائرنا البنات لبسا لكم بخير نتمنى الفيديو ديالي لقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم البنات سوف نديروا صدر الدجاج بالصلصة البيضاء والشومبينيون فكي جلده رائع وكي عشقوا الوليدات الصغر والكبار فكي يجيب حل ديال مطاعم نتمنى تجربوا الوصفة و تقولوا كيف جدتكم في التعاليق فالهذا الوصفة سوف نحتاجوا صدر الدجاج اللي قطعته على شكل شرائح سوف نأخذ واحد زليفة سوف ندير فيها شوية ديال ملحة و شوية ديال ابزار و شوية ديال اعشاب منسيمة فالعشاب منسيمة حسب الاختيار و حسب الضوء ديال كل واحد اللي عجبكم اديره فانا هانا يعندي مخلطة و شوية ديال الخرقون باش كي يعطينا اللون سوف نحر كل كل و اللي كي يجبوها البنات الحر يدير شي شوية ديال الحر حتى هو فانا الوليدات ديالي ما عديش يأكلوه اللي اللي عدرت فيها الحر سوف نخلط جميع التوابل و غادي ندوز نرشهم على ديك سدر الدجاج و نتبلهم مزيان ديك توابل اللي وجدت و من بعد غادي نوضعهم في مقلع مع شوية زيت الزيتون و نخليه تا يتقلع لي ديك الدجاج ديالي مزيان و يطيب موسيقى فهنا ينبعد ما طابل يا صدر ديال الجر فغادي نحيده و في نفس المقلعات فغادي ناخد بصلة و نقطعها مربعة صغيرة و غادي نوضعها في الزيت اللي طابت فيها ديك اللي طابت فيها ديك صدر ديال الجر و غادي نخلي البصلة تقلع و تشحر لي مزيان من بعد غادي ندوز نضيف لها باقي المكونات و الوقت اللي هدي نخلي البصلة كطيب غادي ندوز نغسل الشومبينيو و غادي ننقيها باقي طريقة غادي ننقي و غادي نقطعه شرائه و موح سوف نضيف للبصلة اللي قلت و نزلت فغادي نزيد عليها الشومبينيو و اللي قطعت سوف نأخذ ثلاثة دريسات الثومة لا تريدون الثومة بزايد ثلاثة ثلاثة ورائعة لصفة سمع الشمبينيو سوف نضيف الكريمة السائلة فأنا وضعته في هذه القادية الثقائق لتصور ليس المقضع سوف نضيف الكريمة السائلة على حسب شعر بغيتو تديرو ديالك خيم انا هنا يمكن درت تربة ميات ميليليت خادك فيها تقريبا نصي طرق الشي شوية وغادي نحرك الكل جيدا وغادي نضيف شوية ديال الملحة وما نكتروش هي الدجاج راح نادر نفسها در الدجاج الملحة فغادي نضيف شوية شوية من كل حاجة شوية ديال عشا من السيمة وشوية ديال لابزار فهنا اخذت شوية ديال الربع مقطع وضفته حتى هو نخليها حتى تغلى و بعد ما تغلى سنوضع فيها ديال صدور الدجاج اللي طيبت كيف ما كتشوفو نخليها حتى تغلى شوية وتزيد تعقل و ديالك صدور الدجاج يتلقوا ديال المراقة ديالهم في الصلصة و سوف نقدموها و سوف نقدموها فسافي انتو ما كتشوفو راها عقدات ما خصناش نكترو الطحين كيف ما قلت لكم ما يلقى كبيرة ما عمرها عش بزاف يا هديك ما عمرو عش سوف نوضعها في طبق تقديم و نقدمها بصحة و راحة فهي كتشي رائعة كيف ما قلت لكم و كتشي زوينة و لديدة غير جربوها ما غدت ندموش ان شاء الله و لا تنسوا شي لعجباتكم تخليوا لها تشيف تعاليق و اللي يالله جديد في القناة ما ينسى شي سارك و يفعل جرس باش دي ما يوصلوا الجديد تبقى على خير منهاركم بروك وبسلام عليكم